السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 13 تموز يوليو طبعا القمر الآن موجود في برج الثور اللي هو موعد بث الحلقة في ساعة صباح يعني الساعة 7 و 25 دقيقة صباحا رح ينتقل القمر لبرج الجوزاء هذا اليوم في نشاط في حركة في عاطفة ولكن في عصبية وفي جدال وفي شوية هيك مزاج متقلب طبعا القمر الآن موجود في منزلة الهقعة طبعا الآن القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الثور لغاية ساعة الصباح والآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأعمال وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 و 33 دقيقة يعني تقريبا أو بنقدر نحكي عصرا من عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر بما أنه موجود في برج الثور الآن لغاية ساعة الصباح معناته منشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا قلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز أو المناسبات العائلية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اليوم طبعا في عنا ثلاث زوايا رح تتشكل منها زاويتين خطيرات أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون رح تبدأ تأثيراتها من اليوم ثلاث عشر سبعة وحتى يوم ثمانية وعشرين سبعة ذروتها يوم عشرين سبعة الساعة وحدة وست دقائق بعد الظهر هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وهذا الشيء بيجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبيخلقنا ظروف مناسبة للعمل دولياً بتدلها يزاوي على اهتمام الدول بالأسطول البحري أو الأعمال البحرية أو كل ما يتعلق بالسوائل وخصوصاً الأمور العسكرية البحرية وبرضو إله علاقة بقطاع الصيد البحري وبعض الصناعات كتكرير النفط والصيدلة والسينما وبدل على زيادة ميل الشعب للتمسك بعقيدتهم ودينهم أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية من الزوايا الخطيرة وخصوصاً يعني هي فترة الانتقال تأثيراتها لسه مستمرة طبعاً هي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين زحل وهاي تأثيراتها من يوم 13-7 ليوم 28-7 ذروتها يوم 20-7 الساعة 8 و38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بهاي الفترة بتزداد المواجهات والمشاحنات والأعمال اللي بتتعلق بالعنف والمشاكل وطبعاً وبتخلف هاي الزاوية مشاكل عديدة برضو بتزيد من العصبية فعشان هيك علينا بالفترة هاي انه نتمالك أعصابنا أو ضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير بيدفعنا للإفراط في كل شيء نفرط بالمشاكل بالعصبية بالأكل بالجنس بالأمور هاي بشكل زيادة عن اللزوم ومرضو هاي الفترة بتسبب ان حوادث أو عمليات جراحية بتزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وبرضو ممكن انها تعرضنا لهجوم من الخصوم ويكون الهجوم فتاك يعني بيقهر بمعنى آخر برضو هاي الزاوية بالدل دوليا على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة والقيم وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واحتمال وقوح حوادث أو إضربات أو مقاطعات وخصوصا في المناجم والمحاجر والمعامل اللي ممكن هذا الشيء يعرقل الإنتاج بزيد من نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف في هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين وممكن تشهد هاي الفترة فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي زاوية طبعا تأثيراتها من يوم 13 سبعة ليوم 37 ذروتها يوم 22 سبعة الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتور برضو بسبب هاي الزاوية أعمال عنف ومواجهات الها صلة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوانيتنا بشكل سلبي اللي ممكن إنها تسبب لنا أضرار صحية وممكن تسبب لنا أمراض خطيرة بالدل على وجود مؤامرة ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين أو التعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس هاي تأثيراتها من يوم 11 سبعة وحتى يوم 18 سبعة طبعا بالنسبة لهذه الزاوية ذروتها يوم 14 سبعة الساعة 11 ودقيقة مساء بتعزز قدراتنا الإدارية بتطفي جاذبية على شخصيتنا بتعزز قوة الحدث لدينا تمنحنا الابتكار والمواهب للاختراعات والانجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ومننجح نجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التغييرات المفيدة اللي تخرجنا من رتابة الحياة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين بلوتو هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 8 سبعة إلى يوم 13 سبعة ابتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا ممكن يتعرض بعض الأشخاص لأزمات قلبية أسبابها العصبية أو حوادث عن طريق النار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس طبعا هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 24 ستة إلى يوم 14 سبعة تخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع بتدل هذه الفترة على أنها فترة شوي ممكن يكون فيها بعض الأخبار السلبية اللي بتتعلق بالفن أو الفنانين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس المنفصلة الإيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 28 ستة إلى يوم 12 هذه الزاوية بتسبب عودة شخص أو وضعية قديمة تظهر على الساحة من جديد وهي الوضعية بتدعم من وضعنا بشكل أكثر وأكبر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25-5 لغاية يوم 14-7 بالنسبة لهذه الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الإجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن تعطينا سعادة مادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا بالنسبة للزاوية المباشرة تأثيراتها واللي اليوم ذروتها أو تأثيراتها أول زاوية هي زاوية من زاوية يوم أمس زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الخميس طبعا أي زاوية بتعزز قدراتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي ذروتها الساعة وحدة وثلاثة وعشرين دقيقة من فجر اليوم الخميس طبعا بتبدأ تأثيراتها برضو من الآن وبتستمر حتى عصر يوم الخميس أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا إلى التنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا ومئلنا للفوضى والتقلب وبتشكلنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية فعشان هيك بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نؤذي فيها الآخرين بشكل كبير دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون أيضا رويتها الساعة 229 دقيقة من فجر اليوم الخميس برضو تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وحتى ظهر يوم الخميس طبعا حتى ظهر يعني بتيجي هيك أعتقد أنه لا أكثر شوي يمكن لها ساعات العصر بظل تأثيراتها فأحسبوا حساب لساعات العصر فهذه الزاوية بتعزز الخيال الخصب أو بيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والتجميل والديكور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو ذروتها الساعة 16 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش طبعا تأثيراتها من ساعة مساء يوم الأربعة وبتستمر حتى مساء يوم الخميس بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبرضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية المباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ستة وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الجوزاء هذا بيعني إنه هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الجوزاء يعني منبلش من ساعات الصباح بننشط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد بيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بعد الانتقال وبعد ما يستقر القمر في برج الجوزاء بتتشكل أول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية ذروتها الساعة 10 و 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج ظهر الخميس ولكن تأثيرتها الضعيفة بتبلش من منتصف ليل الأربع على الخميس ولكن قوتها بتبدأ من ساعات الصباح وبتستمر تأثيراتها حتى مساء يوم الخميس تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود بالسلبية والتفكير السلبي بتسبب بنا خصومات مع النساء ويستحسن ألا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد بالنسبة هذه الزاوية ذروة الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بعد عصر اليوم الخميس طبعا بتأثيراتها بتبدأ من فجر يوم الخميس وبتستمر حتى صباح يوم الجمعة نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى النشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات وخصوصا للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس ومنتقلب بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي ذروتها الساعة ثمانية وخمس دقائق مساء اليوم الخميس بتبدأ تأثيراتها من صباح يوم الخميس وبتستمر حتى ظهر يوم الجمعة من واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا إننا نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين وغير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة طبعا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح العنق والحنجرة والحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين تفاحة آدم هاي الأعضاء الأكثر حساسية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هذولا بصيروا الأكثر حساسية ولازم نوفر لهم العناية الإضافية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم ما فيه أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن ما يتعلق بالجهاز العصبي أو الجهاز التنفسي ما بنصح فيها إذا كانت عمليات كبرى بالنسبة لعمليات صغرى أو فحصات أو أشياء أدوية مثلا ما فيه أي مشكلة وطبعا لأنه فيه خلوه المسار فخلوه المسار ما بنصح فيه لأي شيء يتعلق بالعمليات إن كان تجميلي أو جراحي اليوم دون فترة خلوه المسار يوم جيد لعمليات التجميل مثل الحقن حتى الجراحة الصغرى ولكن مش فيه خلوه المسار يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الجوزاء معناة خلوه المسار القادم بيكون ظهر يوم السبت 15-7 بيبدأ الساعة 12 و35 دقيقة من ظهر يوم السبت وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و13 دقيقة بعد العصر لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام الساعة 11 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 26 يوم ونسبة الإضاءة بتصير 14 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة سعيد بنسبة 60 في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يظل في الجوزاء اليوم 15 سبعة سعيد الآن بنسبة 30 في المية في ساعات الفجر بيصير منتحس بنسبة 20 في المية في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 40 في المية في ساعات العصر بيتناقص نسبة النحوس إلى 25 في المية عطارد في الأسد حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 50 في المية المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية منتحس بنسبة 10 في المية المشتري في الثاور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30 في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10 في المية أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30 في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10 في المية بلوتوف الجدب يتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 15% طبعاً قبل ما ندخل على التوقعات اليومية أنا بنزل حلقات طبعاً تقريباً قبل بأسبوع يعني في حلقات بتكون موجودة على اليوتيوب هاي الحلقة اللي انت بتسمعها امسجلي قبل أسبوع ونازلي على القناة قبل أسبوع طبعاً الميزة لللي بيقدر يحضر هاي الحلقة أو يستمع لها يبلب أسبوع من موعدها بتكون فقط للمنتسبين يعني هي نوع من أنواع التكريم للمنتسبين اللي هم الأشخاص اللي بدعموا القناة بمبلغ ثابت كل شهر بروحوا بتبرعوا ممكن تبرعهم هذا يكون قد حق فنجان جهوة في الدولة اللي انت قاعد فيها يعني مش هالمبلغ الكبير وبإمكانك تدعم مبلغ كبير ولكن ما بنصح أنا بدعم مبلغ كبير إذا بدك تدعم بالانتساب اشترك بأقلها يعني يعني مش الموضوع موضوع الدعم ولكن الموضوع أنه المنتسب هذا له مزايا معينة اليوتيوب بطلب مني أني أنا أقدمها للمنتسب فمن ضمنها أنا الحلقات هي كنت أرفعها وكان الجميع يعني يعرف يوصل لها ويحضرها ولكن اليوتيوب نبهني أنه هاي الفيديوهات بدل ما أكون عاملها بشكل خاص لازم أخصصها للمنتسبين نوع من أنواع التكريم لإلهم لأنهم بقدموا مبلغ مالي فعشان هيك صارت هاي الحلقات بتنزل قبل الحلقة يعني لما أنا برفعها على اليوتيوب أي حلقة بتنزل دائما بتكون ميزة المشاهد الأولى للمنتسب بحضرها وبقدر يعلق عليها وفي موعدها بتنزل على القناة للعام يعني للأشخاص المشتركين على القناة أو زوار القناة فاللي حابب ينتسب للقناة ينتسب طبعا أنا ما بحكي هذا الحكي لأنني أنا بدي الناس تنتسب لأنه اليوتيوب طلب مني أني أنا أذكر هذا الموضوع اثنين بدك تدعم القناة دعمها ماديا ما بحبز أنك تدعمها عشان يكون بمعلومة إذا دعمت ماديا عن طريق اليوتيوب بالتشكرات أو بالانتساب أو بأي شيء أنت بتعمل ومن خلال اليوتيوب نسبة مبلغ كبيرة يعني بتصل للمنتصف تقريبا بتروح لليوتيوب والنص الثاني بروح لإليه يعني أنت لما تتبرع دولارين دولار لليوتيوب ودولار لإليه فبالنسبة لي أنا ما بشجع لعملية الدعم لأنه أنا مش رح أستفيد منه بالشكل الكبير كنت حط روابط زي بيبال أو الآيبان على أساس أنه اللي بدي يحول لي على البيبال ولكن ما حدا بيعمل هذا الإشي فأنا ريحت الكل وفي دول ما فيها وفي ناس يتبت علي بيقول لك طب إحنا عنا ما بنقدر نحول وجيت أنا شرحت هذا الموضوع نفهم بطريقة سلبية اللي بدو يتبرع يتبرع اللي بدوش يتبرع ما يتبرع إشي أنا اللي بطلبه منك إشي واحد تنساش تحط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو تعلق بتعليق إيجابي أو بتعليق سلبي المهمة تفاعل على القناة يعني كل هالجهد اللي أنا بعمله والله ما بيعني بصيرش بتنقصش منك إشي أو بصيرش عليك إشي أو بتتحسبش عايشي أو الناس بتعرفش أنك أنت والله بتتابعني أو ما بتتابعني إذا حطيت لايك أو كومنت أو هاد فيعني إذا حابب تشكرني يعني تقدر تعمل هذا الشيء بدك إش الله يسهل عليك شكرا أنك حضرت الحلقة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن زي ما حكينا لسه ما غصل للجوزاء فهو في بيت المال فعشان هيك بتضل الفرصة لغاية ساعات الصباح بتحمل معها فرص مالية بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتك ممكن تعالج استحقاق مالي أو برضو محتمل أن يكون عندك زيادة بالمصاريخ أو صرف الأموال وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أغلب الأموال بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك بتكون اليوم نشط جدا بحواراتك ونقاشاتك ولكن بسبب الزوايا السلبية بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم بأسلوبك العصبي تفهم الآخرين ابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة أو التسوية كرر المحاولة السابقة إذا كنت بحاجة لأمر بدك يتممه وصار فيه عرقلي كررها مرة ثانية بتمشي الأمور وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن ولغاية ساعات الصباح وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طاقتكم منتازة جدا وقدرتكم على التواصل والحوار وملفتين للانتباه بشكل عالي وعاطفيا الأجواء جيدة ولكن زي ما حكينا بدون عصبية أما من ساعات الصباح فهنا القمر بانتقل لبيت المال وهنا بصير هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون هاي الفرصة بتيجي عن طريق عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم وممكن هاي الفرصة تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجعوا وتعالجوا المسائل الإدارية والتمولية اللي بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم بظل غاية ساعات الصباح بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بدك تنتبه لصحتك وحساسيتك وتقلب مزاجك أما من ساعات الصباح حون القمر بيصير موجود عندكم فثقاتكم بأنفسكم بتزيد بتصير ثقة عالية جدا بيعمكم النشاط بإمكانكم كنتبادر لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر بيجعل الفترة هاي مميز واستثنائية وبيدعوك الجو لبذل الجهد من أجل المصالحات أو التقارب أو شعة السلام بلغة تفاهم يعني تعتبر أنك أنت بدأت في مرحلة جديدة قوية جدا وتعتبر من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما حاول أنك تأخذ المبادرة بأي اتجاه بترغبه وكون شجاع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر رح ينتقل لبيت متاعبكم فعشان هيك فترة أنت أقل المحظوظين فيها طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل النشاط الاجتماعي هو الظاهر ما بينك وبين علاقاتك أو أصدقائك أو معارفك وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته إيجابية أو سلبية ومرضو زي ما حكينا الدعوات الاجتماعية بتكون هي اللي بأوجها أما من ساعات الصباح فهون القمر بيوصل لبيت المتاعد فبتدخل لفترة تطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوظ ممكن تعانوا من ركود أو مراوحة المكان لا تجزفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أو التقرب من المسؤولين أو إتمام بعض الأعمال أو تقديم طلبات عمل لغاية ساعة الصباح من ساعة الصباح حون القمر رح ينتقل بيت العلاقات الإجتماعية فبتسعد اليوم من لقاء الأصدقاء تعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتية رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت النجاح أو أردت الدعم أو التأييد وتعتبر هاي الفترة مناسب للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات أو الامتحانات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم أما من ساعات الصباح القمر منتقل للبيت العاشر اللي هو يعتبر بيت السمعة فبصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني أو الاجتماعي ولكنها بتحمل قلق حول أحد أفراد العائلة وممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم مش إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة إلى الرعاية طبعا بتكون تهتموا بالأمور المالية والأموال وما تكفلوا حد وما تدينوا حد وانتبهوا من النصابين والمحتالين أما من ساعات الصباح فهون بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات والعلاقات مع الأجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل أكبر وأكثر وبتعود للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي الفترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاك فترة مناسبة للسفر أو برضو فيه احتمالية سفر للبعض برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فبظل الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم أو تقارب مع الشركاء شركاء المال أو العاطفة من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك راحة شيخوختك وتحصيل أموال لا إلك مطالبة بحقوق لا إلك حاول أنك تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور وقدم التنازلات وتراجع عن خطوات أو قرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برضو الجيدة يعني بدها شوية حذر في الأمور المالية كمشاريع أو ك مثلا كفالة ضريبة أشياء من هذا النوع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا الأجواء ما زالت جيدة وداعمة على مستوى العمل وبإمكانك نجاز بعض الأعمال المهمة أو التعاون ما بينكو بين زملائك وبالعمل وممكن أحد الزملاء يدعمك بعملك أو يساعدك بإتمام بعض الأمور ولكن المهم أنه حاول أنك تركز بشكل جيد على أعمالك عشان ما تقدمها ناقصة أو ما تلتهي ببعض الأعمال مش مهمة وتنسى الأعمال المهمة فبدك تنظم جدول عملك وجدول غذاءك وتأخذ قصد كافي من الراحة من وقت لآخر أما من ساعات الصباح فهنا القمر بيصير مقابلك تماما فعشان هيك بتصير الفترة مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أشخاص تساعدك يا أمر وبرضه بوسعك تعزيز شراكتك أو شراكاتك سواء المالية أو العاطفية ولكن بدك تحاذر من الانفعال لأنه اليوم بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب العصبية أو الاندفاع الجو متوتر فعشان هيك ممكن تظهر بعض المشاكل الطارية فبدك تكون صبور وما تتذمر الفترة هاي تعتبرها خالية من الحظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بظل رغبتكم قوية من الآن ولغاية ساعات الصباح في التقرب من أحبائكم أو أبنائكم ممارسة هواية أمور فكرية فنية أشياء من هذا القبيل أجواء جيدة والتقارب مع الأحبة وتعزيز العلاقة معهم ممتاز جدا ولكن بدون فرض الرأي وبدون العصبية لأنه قلنا أنه في زوايا صعبة إلها علاقة بالمشاكل مع الجنس الآخر بوسعكم ممارسة نشاط فني ولكن في ساعات الصباح القمر بده ينتقل ويصير في البيت السادس معناته الاهتمام كله رح يكون على العمل وعلى الصحة خلال الأيام القادمة فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أو مسؤوليات العمل بتزداد عليكم رغم أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من هاي الأعمال أهمشت نظم ددول غذائكم تأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي لأنه بعض الأشخاص من موليد برج الجدي ممكن يكون عندهم قلق صحي أو قلق مهني بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بظل الاهتمام له علاقة بالبيت بالعائلة صيانة ترتيب أعطال مشاكل أفراح بكل الجهات وممكن أنه يكون ضيف بيجي من السفر أو أنت بترجع لبلدك الأم ولكن ديروا بالكم من المشاكل والعصبية أثناء التعامل مع أفراد العائلة من ساعات الصباح هنا القمر بنتقل للبيت الخامس فتدخل في فترة جيدة إذا انتبهت فمن ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا تجدوا حليفة بيدعم تصوراتكم أهم مش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة بتميلوا للسفر والمشاركة في رحلات عمل أو أعمال رومانسية أو نجاح في عمل ما الأجواء جيدة على كل المستويات إن كان عاطفية فكرية تجميلية فنية كلها جيدة ولكن بدون فرض السلطة على الأحبة ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة صحيا أو نفسيا حتى برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والسيارات والإلكترونيات لغاية ساعات الصباح وبضل الفترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الأخ أو جار أما في ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم وحاولوا أنكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالإنزعاج إسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيته قدموا المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها أهم ملاحظات داك تنتبه من ردات فعلك عصبيتك وانتبه أثناء حركتك وقيادتك للسيارة يعني ممكن هيك يصير بعض الأعطال ومرضم ممكن يكون فيه أعطال إلى علاقة بالسيارات أو الإلكترونيات طيب هيك إحنا منكون وصلنا لنهاية الحلقة واللي وصل معنا لهون يا ريت ما ينسى يحط لايك ديس لايك يسب علي يقول لي شكرا يصلي على رسول الله اللهم يصلي على محمد والمحمد يذكر رب العالمين لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله يعني يدعي لي إذا حابب مش حابب تدعي لي الله يسامحك عادي شكرا لا إلك اللي بدي حط ديس لايك طبعا برضو ما ينسى اللي بدي سب علي ما عجبتك الحلقة عادي أعمل حضر إلي بلغ عن القناة ما في أي مشكلة برضو شو بدك كمان بدك تدعم القناة بقول لك تدعمهاش تتبرعش يعني الكبستينة دولا الانتساب والتشكرات لا هي صحيح لها مزايا للأشخاص اللي بيانتسبوا بالقناة وبصيروا يشوف الحلقة اللي قبل أسبوع أو قبل خمسة أيام مجرد ما أرفاح على اليوتيوب وبقدر يحضرها ولكن مش ضروري أنك تنتسب فيها عادي ما الحلقة بتنزل في موعدها بتقدر تحضرها في موعدها يعني هي مميز بس للمنتسبين بدك تقول لي والله شكرا بدون مقابل هيك يعني تتبرع تشكرات يعني بحسها شوي هيك إذا بدأ طلبها زي نوع من أنواع الشحدي فبقولكو محدش يكبس على الكبستات هاي لأني أنا مش حاد وبشحدش من حدا شو كمان بدأ أحكلكو خلص بكفي يلا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر